خليني أبدأ معاكم عندنا حاجات كتير الحقيقة يمكن نهاردة منتخب مصر الأوليمبي بيلعب تجربته التانية والأخيرة قدام العراء عايز أفتح معاكم ملف الأوليمبياد عندنا مباراة مهمة جدا 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 في الدوري قدام بيراميدز يمكن مطش الألمينيوم هعدي عليه سريعا لكن الناس كلها مش مركزة أو مش بصة أو مش مهتمة غير بمباراة بيراميدز لأنها مباراة أعتقد بنسبة 60-70% هتحسن بشكل كبير جدا شكل المنافسة أو ما تبقى من عمر البطولة ويمكن تحدد كمان صاحب اللقب لكن خليني أبدأ من مطش مبارح مباراة مودرن السيناريو بتاع المباراة شفتوه إزاي بداية يمكن مختلفة تماما عن بداية مباراة بيراميدز الأهل يستقبل تشكيلة مارسل كولر وبداياته اختيره محمد مجد أفشل اللي كان من وجهة نظر يعني نجم المباراة مبارح شفتوا المباراة زاي وشفتوا مكاسب الأهل يبدأ بمصطفى من مطش مودرن مبارح طبعا الناد لقالي قدم مباراة كبيرة والهدف المطلوب هو المكسب وده طبعا التارجة الناد لقالي بيحاول يحاول من بعد عودته من الدولة بطالة أفريقيا ومن وقت عودته للدوري وبشوف ان محمد مجد أفشل كان يستحق فعلا برضو عمل مباراة كبيرة جدا يستحق ان هو واحد من الأهم اللعابين اللي كانت في مباراة أمس اللي يستمر على الأعداء الكبير من وقت مباراة بيراميدز وطبعا كريم فؤاد من ضمن المكاسب الكبيرة كريم سوبر كريم بصلاح انبارح الرابط ترانديا ان صفيته لكن هو كريم فؤاد من وقت مباراة الجيش الأولانية وهو بيقدم أداء كبير جدا وهنا كنا مع بعض اتكلمنا وقلنا ان كريم فؤاد بدايته معناد الأهلي من وقت مباراة الجيش دي البداية الحقيقة ليه لان ده مركزه اللي هو كان بيلعب فيه معناد أمبي وطبع الله جديد بشكل كبير جدا لكن هو ممكن ما يكونش أخد فرصة في المركز ده معناد الأهلي لكن الظروف طبعا جاب عليه معلول كريم فؤاد بعد الوقت أثبت ان هو لعيب مهم جدا ولعيب كبير وهنا ميزة اللعيب الجوكر وأعتقد ان احنا عندنا ميزة مهمة جدا في الناد الأهلي فيه أكتر من لعب عمر كمال لعيب جوكر كريم فؤاد لعيب جوكر حتى خادع فتاح لعيب برضو بيقدر تديك فكتر من مركز أكرم تعفيق جوكر جوكر كمان لعيب جوكر ففيه لعيبة كتيرة جدا بتديك فكتر من مركز لكن كريم الحقيقة ما شاء الله يعني أنا بس ساعات بخاف عليه شوية لأنه مندفع شوية مندفع شوية وبيرعب حماس كبير جدا 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 وكمان فكتة التحرر ان هو دائما نادرة لما تلاقي باكليفت بيروح ببوش للي يقابل المدافع دائما بيهاجم على المدافع وبيبعايز يعدي ودائما تلاقي دائما بيعمل خطورة كبيرة جدا صحيح وده شوفنا في أكتر من فرصة في مبارات أمس مع مودر بنسبورت وكمان شوفنا في مبارات الجيش المبارات المتوى الجيش السابكتين